الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب اشتركوا في القناة يا صباح الخير يا صباح الفيل ولياسمين كيفكم صباحي شو أخباركم ومشاء الله تكونوا بألف خير يا رب انتو عم تشوفوا فيديو اليوم أهلا وسهلا فيكم كلكم نورتوا قناتي أهلا وسهلا بالصباحي للجادلين ضميت لقناتي جديد برحب فيكم من وين ما كنتو عم تتابعوني هون الولاد كانوا معطلين فطلبوا مني أعمل لهم حليب شوكولات فأنا بساوية بهي الآلة عندي برنامج يعني خاص للحليب بيطلع بس حليب مع الرغوة حليب صخن فحطيت لهم قطع شوكولات بالكاسة وبعدها نزلت عليه الحليب كتير بيطلع طيب وفيه هيك رغوة كتير للولاد كتير بيحبوه هنا بما أنه عطلي حبينا أخذنا عليه الحديقه الحديقه فاتحة جديد بفايصر كتير حلوة كبيرة كتير فيه شغلات كتير ألعاب بتجنن ألعاب لالولاد صغار وألعاب كمان للكبار يعني من عمر 13 وفوق كمان حتى يعني ممكن أنت تلعبي فيهم مرمو تأسف هل يخبر هناك؟ لا، هل يخبر هناك؟ لا، هل يخبر هناك؟ مثل ما قلت لكم كل ما بتمشوا شوي في العاب طبعا هاي الحدي قبلاش يعني بتفوتوا من دومها تفع مصاري مثل ما شايفين هون كاتبين لوحة انه هاي اللعبة آآ الزحليتها الطويلة انه العمر 13 سنة وفوق العزبين يعني اللي بدون نطلعولها آآ هي ممكن شي تلت طوابع فقلت له لزوجي نونة بدي اطلع حابة يعني يجربها فهون عم بطلع عم صوركم ايد حامل الموبايل وايد تاني عم بتمسك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هي هي هم مننا اللبن اه انا كتير احيانا بطبخها مسلا مع الشاكرية مع الفاصولية مع اللحمة فهنين بيفضلوا انهم كتير انه ياخدوا رز ويحطوا لبن هيك من البرد ويأكلوا وهيك كتير يعني بيستمتعوا فقدت اسهل الاكلة وعلى السريع فساويت لهم ياها بس حطيت اول شي بالمقلاء اللي صغيرة حسيتها كتير صغيرة فانا قلتها على المقلاء الكبيرة اه اه بدي اسألكم سابايا كتير بيجينا تعليقات وهذا الطعليب كتير بيتكرر انه نعملين جولة ببيتك يعني فيديو كامل جولة ببيتك اه صراحة اه ما بعرف حس انه هذا الفيديو يعني سيكون انه مالو طعمي ما بعرف انا هيك بالنسبة لي لانه دائما بصور لكم مقاطع كلها اصلا ببيتي فانه ليش اعمل جولة ببيتي هو الفيديو كله ببيتي عرفتم هك يعني انا فكر فما بعرف كتبوا دي تحت الطعليب اذا انجد حابين اني اعملكم فيديو كامل جولة ببيتي بعملكم يعني ما عندي مشكلة بس لاشوف نسبة الاكبر شو بتقول مثل ما شوفتوا فتاع الحمام اه حطيت سيروم فيتامين سي اه صراحة صلي فترة عم بيستخدموه وما بقدر اعطيكم نصيحة يعني انه تستخدموه او لا لانه انا هلأ ما لقيت النتيجة المناسبة اه والحلوة المرضية لقي لي لانه صراحة طلع لي حبوب كتبدي قطعوه اول اسبوع طلع لي حبوب منه كتبدي قطعوه بس سمعت كزا واحدة عم تقول انه لا انه هذا الفيتامين اول شي بنظف البشرة وبعدين بعمل تنظيف يعني لكل اللحوه بعدين لحت لائي نتيجة لا هلأ ما لقيت النتيجة بس لائي نتيجة تبع هذا فيتامين سي لحاق لكم عنه بس حاليا لقطع عم يطلع لي حبوب ولسه ما ما رأوا شي يعني بس عم بيستخدموه لشوف يعني لوين بده توصل شو بيقولو انه نحق الكذاب لورا الباب وانا هيك عم عم بمشي فيها هون حابة ارجيكم التياب يلي جبته لولادي من الانترنت وصيت على كزا طأم لولادي هنا تقومت رياضية مصوفة يعني بتدفي اسمي كي خرج هلأ يعني شتا اه وصيت له على كزا طأم مساء هذا الاسود لابني تامي اللي صغير بيجي هيك طأم وانا جبت له هادا الجاكاتي بيجي هيك حفر لون البوردو كتير حلوين على بعض استغربت انه حاطيلي هذا الكيس اه اوشي معرفت لشو هو امح بس معرفت ليش حاطيلي يا هيك هدية معه بس حبيت كتير الفكرة طلع انه يعني حاطيلي ياها انه مشان انه طعم العصافير منه هلأ هون اللي تقومي هدلوني عم ارجيكم ياهم كزا اه طأم وصيت من انترنت جابو لي ايام كزا يوم بس هادا الطأم اللي ابني لابسو مع البوت اليوم جابو لي ايافا حبيت اني شوفو مقاسو او لا البوت منيح على رجلو او لا يعني عم يدايقو لانه كلو من انترنت يعني اه صراحة كلها عجبوني ما رجعت شي حتى هادا الطأم لابني الكبير شايفين لونه اغدر وبيجي كنزة تحتو لونه بيج ومكتوب عليها باللون الاخدر كتير حبيتو مصوف طبعا اسميك احضروا لكم كل روابط البجامات او اللطأمي اللي جبتها هنن يعني دون اللطأمي للطريق كمان يعني مو بس للبيت اه بروحو فيون عالمول عالماركت راحو فيون الزيارة حلوين وهيك مرتبين حتى دون البوت لكل واحد اشتريتو له بوتين لكل ولد اشتريتو له بوتين حلوين وطلعوا من احما رجعت شي غير شي غير طأم واحد الابني الكبير لونه سودا اه طلع هيك الالب تبعه صغير فرجعتها بس يعني يرجعوا لي المبلغ اللي دفعتو لح حوصيله على اكبر بنمره اه بس حلوين كتير حبيتو كتير النطأمي كل الروابط اللي حطو لكم بسندوق الوصف وباول طريق هلا هون بالكريدور في عندي هي المراية اللي زمان ما ساويته وكلها تغبرة وحتى ورا الخزانة تبع الاحذية فحبيت اعملها اعملها تنظيفة يعني اشتركوا في القليل اشتركوا في القناة 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 لكن الأحلى الأحلى هو البيت ترى هذه اللبس من تنورة واحدة سأضعوا لكم كل روابط الغراد والتياب اللي عندي بأول تعليق والرابط إذا لم أجدوه معناته أنا شعريته من زمان وليس موجود على الانترنت عرفتو لأنه دون التياب صلي شعريتوه في شي من أربعة سنين في شي لأهي سنة في شي من هذا الشهر عرفتو في شي جديد في شي قديم فالشي القديم اللي ما لقيت رابطه ستلاقوه يعني بس أنتو في كون تاخدوا فكرة مثل ما شفتو هاي البلوزة هي كانت أورانج طويلة كتير حلوة تحت تنورة بس لقيت البوت العالي ما حبيته فبست بوت هيكي مو عالي يعني رياضي هلأ شايفين هاي الهودي بتيجي هيك طويلة بس أنه ببين من رجليكي من تحت هيك شوي فشو عملت البستها على التنورة كمان طلعت كتير كتير حلوة ومريحة وهي الهودي الثانية كمان لونة سودا كتير مريحة اللي جايبة هيكي من 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 الدام ولطائية كتير كمان حلوة على التنورة هوني حبيت جرب هادا الجاكيت اللونه زيتي حسيتو إنه حلو إذا كان في برد برة وحبيت ألبسو بيطلع حلو وهي الشنطة اللي هيك عالضهر كمان كتير عطيت شكل حلو شكرا 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 اشتركوا في القناة لا تنسوا تكتبوا لي تحت بالطالق انو اكتر تنسك حبيتو هلا هون متل ما شفتو مر همرت هاي اللقطة بس ما حكيت عنا لانو كتعم بحكي موضوع تاني انا انا قعد حبيبات دوني اللي بيكبر حجمهم بالمي انا قاعتو مشان اعمل هذا الشي اللي هلا حتشوفو هيكي ديكور يعني هلا حاصف هؤلاء الحجار هؤلاء الحجار تتذكروا من زمان وقت عملت البلكون ديكور للبلكون كنت عم بستخدومهم وبعدين وقت غيرت ديكور للبلكون قلت لكم رح اشيلهم هؤلاء الحجار وما بعرف ازا بيجي وقتهم شو بدي اعمل فيهم فحاليا اجا وقتهم اني اعمل فيهم هادا ديكور قبل جهد یققان wrong قرب اشتركوا في القناة 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 منيح كتير لحتى يصير القوام تابعون مثل الكريمة. ضليت اخفؤ فيهم اخفؤ فيهم لحتى انه يصيروا قوام كريمي متل ما شفت بالفيديو بس ما صاروا ضلوا هيك امرأ فانا بستسلم طبعا لا ما بستسلم قلت خلاص لحاكمل يعني هالوصفة حطيتهم بالزبادي اللي بنحطوا بالفرن او الالاية الهوائية يعني بيستحملوا حرارة بحطن هلأ بالالاية الهوائية درجة حرارة ميتين او خمسة عشر دقيقة هادا شكلهم بس طلعتهم الالاية الهوائية ولهون كنت عم بقنا عحالي انه لأ ممكن يكونوا طيبين ممكن يكونوا طيبين بس متل ما شايفين شكلهم وطعمتهم امدا ما يعني كانت الوصفة كتير فاشلة فلا هيك لا تصدقوا كل شي بيتوفوه على الانترنت والوصفة بيتوفوه على الانترنت لهم بيكون ينتهى الفيديو تابع اليوم اتمنى اكون اعجبكم اذا احببتم وما تستعملوني لك شاركوا بالقناة بحبكم كتير سلام